لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أهلا وسهلا بضيوف الرحمن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق ما هو أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذبناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى البيت العتيق ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدى وبصيرة وبعقيدة صافية خالية من المعتقادات الباطلة والمفاهيم الخاطئة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليبين لهم ما هم فيه من جهل وضلال وليوضح للناس حقيقة العبادة وأن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أركان الإسلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عندما تتوفر له الاستطاعة المادية والبدنية وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين لأداء الفريضة وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء ليؤدي هذه الشعيرة فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية ووجهت كافة وزاراتها ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم تحفهم عناية الله عز وجل ثم الرعاية والمتابعة من حكومة هذه البلاد المباركة وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والإنجازات والخدمات والبرامج النوعية والعصرية المتواصلة والمتنوعة والمبتكرة التي أعدت لراحتك وأمنك واستقرارك فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية المترجم للقناة المترجم للقناة